الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد العراقي تعرض لخسائر كبيرة تصل إلى نحو 21 مليار دولار سنويا جراء فرق الأسعار الحاصر في أسعار الصرف وأضاف الخبراء أن منه من الصعب السيطرة على السوق الموازي للعملة وهذا يتسبب بخسائر كبيرة تصل إلى 21 مليار دولار سنويا مشيرين إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إطلاق وعود بتنفيذ خطوات قد لا ترى بقدر الحاجة لقيود جادة تفرض السيطرة على الأسواق انخفض تسعار خامي البصر الثقيل بمقدار 88 سنة لتصل إلى 70 دولار و87 سنة للبرميل كما انخفض تسعار خامي البصر المتوسط بمقدار 88 سنة لتصل إلى 73 دولار و42 سنة للبرميل وتباينت أسعار النفط العالمية بعد خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة إذ وزنت الأسواق المخاوف الاقتصادية الواسعة في ضوء قضايا العرض والطلب المرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة واستمرار توترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى تحول المزيد من الناقلات أكدت هيئة السياحة في كردستان العراق أنها استقبلت في عام 2023 أكثر من سبعة ملايين سائح مشيرة إلى الارتفاع الإرادات وقالت وزارة السياحة إنها خططت لاستقبال أكثر من ثمانية ملايين سائح في عام 2023 بعد أن استقبلت كردستان في عام 2022 نحو ستة ملايين سائح مبينة أن عدد السياح الذين قصدوا الإقليم في العام الماضي وصل إلى سبعة ملايين وأضافت الهيئة أن لديها ثلاثة ألاف ومئة مركز للنشاط السياحي في كردستان العراق موزعة على محافظات ومدن شمال العراق سجل عجز الموازنة التركية قفزة بنحو 900% في عام 2023 والذي شهد انتخابات رئاسية وزلزالين مدمرين في البلاد وهي النتيجة التي رحبت بها الحكومة التي كانت تتوقع صدمة مالية أكبر من ذلك ووصل العجز إلى 1.4 تريليون ليرا في عام 2023 من 142 مليار ليرا في العام السابق وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة المالية والخزانة التركية حذرت منظمة العمل الدولية في تقييم واقعي حديث لسوق العمل العالمي من ارتفاع وشيك في البطالة العالمية لعام 2024 وقالت منظمة العمل الدولية إنه في عام 2024 سيبحث مليون عامل إضافي عن وضائف ما يرفع معدل البطال العالمي من 5.1% في عام 2023 إلى 5.2% في العام الجديد وضمن توقعات مدفوعة بانخفاض الدخل المتاح للإنفاق في غالبية دول مجموعة العشرين ومن غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة بسبب التضخم السريع وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدنار العراقي وبأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر نهاية الموجزة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر